فيما استجاب مجلس القضاء العلاء لطلب زعيم التيار صدري مقتدى الصدر حول محاسبة الشخص العرقي الأصل الذي أقدم على حرق نسخة من القرآن الكريم في السويدة رئيس مجلس القضاء العلاء القضي فاق زيدان عطاء الإذنة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف عملا بحكام المادة ربيعة عشر من قانون العقوبات العرقي النافذة ويذكر أن الشخص الذي أقدم على حرق القرآن سبق وصدرت بحقه مذكرة قبضا وإلى شهر شباط الماضي وفق المادة القانونية 200 ثانيا لفعل مشابه لما قام بها